السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة الناس الزمان كيف حالكم؟ أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج فطريات المهبل أولا وفضلا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التهرف على المكون الوحيد في هذه الوصفة لعلاج هذا المشكل وهو فطريات المنطقة الحساسة فهذه المشكلة يمكن لسيدة أن تعاني منها خلال فترة الحمل وكذلك الولادة وأيضا هذه الفطريات قد تنتج أو تظهر في المنطقة الحساسة نتيجة هدم تنظيف المنطقة الحساسة بالشكل المطلوب أو بالطريقة الصحيحة فلدينا هنا المكون الذي سنحتاجه لعلاج فطريات المهبل سنحتاج إلى الجزر فالجزر هو من المكونات المفيدة جدا التي تعمل على القضاء على فطريات المهبل بشكل جيد جدا وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصر مفيدة جدا للتخلص والقضاء نهائيا على فطريات المنطقة الحساسة وستحتاجين في هذه الوصفة إلى مبشور جزر واحدة وتقومين ببشر جزر واحدة ثم تقومين بتنظيف المنطقة الحساسة جيدا بالصامون الخاص بك أو الغسول التي تستخدمينه لتنظيف المنطقة الحساسة ثم تقومين بتنشيفها جيدا ويستحسن ويفضل أن تقوم بتنظيف المنطقة الحساسة مرتين إلى ثلاث مرات قبل استعمال هذه الوصفة وذلك لكي تقوم بإزالة كل الميكروبات وجراثيم التي قد تتواجد بهذه المنطقة والحصول على نتائج جيدة والقضاء إن شاء الله على فطريات المهبل بشكل نهائي من أول استعمال فطريقة استخدام هذه الوصفة أو مبشور الجزر للتخلص نهائيا من فطريات المهبل فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو أخذ المبشور وتطبيقه على منطقة تواجد الفطريات في المنطقة الحساسة وكذلك إذا كانت تواجد فطريات على بين الفخضين فيمكنك وضع مبشور الجزر على شكل لبخة في المنطقة الحساسة وكذلك بين الفخضين لمدة تراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة وذلك لكي يقوم بشور الجزر على انتصاص كل الميكروبات وجراثيم التي قد تتواجد في هذه المنطقة الحساسة الحساسة وبين الفخضين وبالتالي سيساعدك بشكل جيد جدا على التخلص من فطريات المهبل من أول استعمال إن شاء الله فكل ما عليك هو تنظيف المنطقة الحساسة قبل استعمال هذه الوصفة للحصول على نتائج جيدة وأما فيما يخص مرات استعمال هذه الوصفة فيمكنك استعمال أو استخدام هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع بالكامل وستحصلين على نتائج جيدة إن شاء الله من أول استعمال كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج فطريات المهبل وبين الفخضين أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أرأوك وصف صارتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا عجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولكي مني جزيلة شكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر